أقر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف بأن قواته تنفذ مهام حلف الناتو وتشارك في الصراع ضد روسيا نيابة عن الحلف وقال ريزينكوف إن أوكرانيا تقاتل بمفردها بالنيابة عن الغرب معتبرا أن دول الناتو منتزمة بتزويد كييف بالأسلحة قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها في أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جنب واحد بمناسبة عيد الميلاد حتى منتصف الليلة على رغم من رفض أوكرانيا عرض الهدنة وذكرت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية أن قواتها ردت نيران المدفعية فقط عندما أطلقتها القوات الأوكرانية التزمت المجموعة الموحدة من القوات الروسية بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة على الرغم من القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مدنية ومواقع روسية فإن مجموعة من القوات الروسية ستواصل الحفاظ على وقف إطلاق النار المعلن حتى منتصف الليلة إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن الاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعي الأوكرانية صيغة رامشتاين سيعقد في العشرين من يناير الجاري وأوضحت الوزارة في بيان أن المباحثات بين وزيرة الدفاع كريستين لامبراخت ونظيرها الأمريكية لايد أوستين شملت تنصيق المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بالإضافة إلى المبادرة الأمريكية الألمانية لإرسال مركبات المشال قتالية إلى أوكرانيا وأيضا نظام الدفاع الصروقي الجوي من طراز باتريوت وذلك في إطار الاستعدادات للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية المزمع عقده في العشرين من يناير 2023 قال ديبلوماسي بولندي كبير أن بلاده تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية من طراز ليوبارد الألمانية الصنعة بعد تلقي بدائلة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ووفقا لمدير المعهد البولندي للشؤون الدولية تمتلك بولندا أكثر من 240 دبابة من طراز ليوبارد وهو ما يكفي لواءين من الدبابات لكن لإتمام عملية التزويد فإن الأمر يتطلب موافقة برلين على هذه الخطوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة